الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا مد ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الابتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد أولا نذكر بإخلاص النية لله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى فرض علينا أن نقوم بالواجبات وأن نجتنب المحرمات فنحن انتسالا لأمر الله نقوم بالطاعات لا رياء ليس لأجل الناس فالرياء ذنب من الكبائر مهلك لصاحبه ويخرج من هذا العمل وليس له ثواب بالمر praises you to Allah Allah the one who has no beginning no end exists without a place Allah the one who is not a body or a mass or an object the one who doesn't resemble any of the creations the one who is not like any of the creations he cannot be measured he cannot be partitioned he cannot be dismantled or assembled and may Allah raise the rank of our dearest prophet and master Muhammad sallallahu alayhi wa sallam whom Allah ta'ala sent to the people as mercy the first thing shaykh jameel hafizahullah started with is to remind us about ikhlasun niya which is sincerity in islam and he's telling us that it is one of the main things the staffing points before the good deeds so that our good deeds can be accepted we have been ordered to do the good deeds with sincerity since without sincerity meaning with insincerity with the riya the person would lose the reward for performing the lawful deeds so the deed is performed but the person loses the rewards and in addition acquires the same فبعدما بينا من هم الصوفية وما معنى التصور وأعطينا أنثلة عنهم نحذر من بعض الدجاجلة الذين شوهوا سمعة الصوفية وشوهوا سمعة التصوف وألصقوا بالتصوف ما ليس منه من أولئك من لا يعرف الإسلام ولا يعرف الإيمان ومنهم ربما في الأصل كان من الملاحبة لكن تزي بزي أهل التصوف لماذا؟ ليشوه سمعة الإسلام وليبعد الناس عن هذا الأمر وليحرك أعداء الدين ليطعموا في هذا الأمر في الإسلام وفي التصوف من هؤلاء رجل في الأردن يدعي أنه شيخ طريقة ويدعي أنه من كبار الأولياء ألف كتابا موجود عندي نسخة منه يسمى هذا الكتاب الأجوبة الغزالية على الأسئلة العراقية ماذا يقول فيه هذا الرجل الذي يدعي أنه شيخ الطريقة الشاسبية ويدعي أنه من الأقطاب ويدعي أنه يجتمع بالخضر بل وأكثر من ذلك يدعي أن الله حل فيه والعياذ بالله هذا الرجل الذي يلبس عماما كبيرا وبعض الناس يعتقدونه وله أتباع يعطونه الأموال الطائلة هذا الإنسان ماذا قال في كتابه الموجود منه نسخة عندنا هذا الكتاب المسمى بالأجوبة الغزالية على الأسئلة العراقية قال فيه هذا المدعي الفارغ والردة عن الشيخ أي عن نفسه قال والردة عن الشيخ أي عن نفسه أقبح من الردة عن الإسلام ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام يا أيها الناس من مشى معي ومن صار من أتباعي ومن جماعتي إن تخلى عني بعد ذلك إن تركني إن انفصل عني فهذا أشد وأكبر وأقبح ممن يرتد عن الإسلام بمسبة الله أو الأنبياء أو الإسلام أو القرآن أو الصيام أو الصلاة هذا أي شيء له في التصوف هذا خليفة من خلفاء الشيطان هذا سفير من سفراء إبليس هذا يشوه سمعة الإسلام والتصوف هذا يقول إن من تركه أمره أقبر ممن سب الله هذا أي شيء له في الإسلام ليكون بعد ذلك من الصوفية فمثل هؤلاء شوه سمعة الصوفية الشيخ جميل جميل as he gave us examples of people who are on the right path of true sufism such as Imam al-Rifa'i and the lady Fatima al-Zubairiyya al-Iraqiyya he would also like to tell us about some deviants who are not on the true path of sufism claiming alleging to be on the right path ولكنهم لا يوجد موجودة ولكنهم لا تنشح الواقع الحقيقة للسوفية وهذه هي قائمات لا يوجد صحيح هذا الرجل يملك في جوردان وفي سبيل الأجوبة الغزالية على الأسئلة العراطية الشيخ جميل صوره وفي سبيل الأجوبة نظر كيف تفعل الناس 挪ciğim هذا يمكن أن ي好吃 رنوص الشيخ إنه هو و هوه قلها نتحدث الد speculation أ다고 يفعل دول رفضي رفضي و الذي لا يعتقد خادروا أنه الذي ينقلب الموضوع و الذي يعتني أن تكون شايخ و الذي يعتني أن تكون و ein researcher ب burning قد يكون يجب أن له يفعل اليtime في كل الأراضي يجب أن يكون وهذا الرجل الذي يدعي أنه شيخ الطريقة الشازرية مرة قال لبعض أتباعه والعياذ بالله العظيم إنه يجوز له أن يجمع بين خمس من النساء في وقت واحد فهذا عمل دينا جديدا على حسابه ويرصقه بالإسلام وبالصوفية فالحساب، الذي هو الذي يتقل في رضوية حول هذا القرارة والذي يتقلون على أن يجبه حسابه، وكما يجبه حسابه وعندما يتبعون بعض الناس يتبعونه على بلاسفه ويؤمنه سوفيزم هو محاولة ومحاولة ومحاولة من حيات هذا الناس الذي يتبعونه من الطريقة الشهدية وآخر أيضا في الأردن كذلك والعياظ بالله يقول بعقيدة الحلول والاتحاد وله كفريات عجيبة وشنيعة لكن الأساليب احتياره على الناس يذهب معه إلى المسرعة يأكل دعما له الوليمة الكبيرة يسبح له الخرفان ثم بعد ذلك يقول ضعوا لي هنا الكرسي فيوضع له كرسي ثم يقول أفضلوا كرسيا أكبر من هذا فيدرك هذا الكرسي الكبير في الغرب منه فارغا فيقال له لمن هذا الكرسي الفارغ فيقول الآن في الحضرة يأتي محمد ويجلس معنا هنا يخضر معنا ثم بعد قليل يعني هذه بدي أحيان العامية بيصير بزقف ويقول أهلا وسهلا باللي جاي أهلا وسهلا باللي جاي أهلا وسهلا باللي جاي قالوا مين لي جاي؟ قالوا النبي إجاح حضر وقعدهم بس أنتوا ما شايفينه ثم أكبر من هذا الكرسي يقولون يقولون إنه آما بزنة في مباشرة يقولون أكبر بزنة الله رباك و تعالى does not resemble the creations does not fall apart the places and the spaces now this man believes in the oneness between الله and all the creations he says everything is Allah you are Allah I am Allah and everything you see is Allah this is Allah this person is a blasphemer and he is an actor who promotes sin who promotes corruption and ونهي مقاومة برؤماية على مدارات اليه يثبوا بما يتقولون게 هناك سيكونوا كانوا أحيانا الوقت ينتعيهم إلى الشديد فلا تردو الناس لهم ومخبرتهم إلى خلف المعامل ومع فعلا السبب ومعهم النزاء لقد مختلفة ومعها من الأناس المكتب بالتعامل من قبل المصر وقامت باقراره الأسفل والع karşıلا يتعلمون لكم للمصر من المصر التي يتمpunkt لهم لهذا الشيطان والذي الى المزوجة لهم هم يتحدث بها تأتي له مجبولا وأنا يعود بالنسبة له وقامت بأترة في الصباح الأخرى السارة يتحدث تلاقي وقامت بالعاقومة أكبر من الجسم أكبر من الجانب ينبغي أن يدرك ينبغي أن ينبغي أن يقول أنه قادر أنه قادر وانه قادر هذا رجل هذا هو سبيل أنه شخص يدري وآخر من أهل الشام يدعي أنه شيخ الطريقة المحشبندية ماذا كان يقول لأتباعه كان يقول لهم والعياذ بالله نحن أنبياء صغرون خذوا العلم من قلب النبي ويشيروا إلى نفسه هذا تكديم للقآن وكان يقول لهم والعياذ بالله العظيم أيضا وهو يدعي أنه شيخ الطريقة المحشبندية ماذا يقول لهم الذكر في المرتبة الأولى والصلاة في المرتبة الرابعة وهذا كفر صليح أيضا يفضل الزقر أي بالمسبحة أو بحضرة الزقر أو بحلقة الزقر يفضل هذا على الصلاة على الصلاة الخمس وقال لهم والشريط موجود عندنا بعنوان على سعر النظام في الإسلام قال الرجل الذي ينادي زوجته باسمها أو المرأة التي تنادي زوجها باسمه قال لا هذا مسلم ولا هي مسلمة هذا الرجل أيضا يدعي أنه شيخ طريقة مع أنه ورد في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة يا خديجة يا حفصة مرة قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام يا عائشة ما رأى الجبريل الرسول رآه فماذا قالت عائشة فقلت ترى ما لا أرى يا رسول الله قالت ترى ما لا أرى قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى يا رسول الله قال يا عائشة قال يا خديجة إن الله يبشرك ببيت في الجنة فعلى معنى كلام هذا الرجل الذي يدعي أنه شيخ النقشة بندية ويكفر من ناد زوجته باسمها على معنى كلامه أن الرسول كفر وعياذ بالله ومن اليوم أن الأمة ما في رجال أو مرأ بعيده لبعض لأسماءهم غالبا هذا الحال فعلى زعمه الرسول كافر كل الأمة كافرة بزعمه هذا أي شيء له في التصوف أي شيء له في المشيخة لا شيء فهؤلاء شوهوا سمعة التصوف الإسلامي الحقيقي الذي هو العمل بالكتاب والسنة عِلْمٌ و عَمَلٌ another deviant, transgressor, villain, malicious person who claims to be a Sufi is one who was in Damascus and this person وَلَيَلُّ بِاللَّهِ تَعَالَا says to people we are smaller prophets and he says and he mentions words about the prophets and he points at himself wanting the people to believe that he is a prophet in one of his lessons he mentions that the matter of the prayer which is the first obligation in Islam after embracing Islam the first obligation is for the person to pray he says to the people although the prophet told us that this is the first obligation after embracing Islam he goes against what the prophet صلى الله عليه وسلم said and says to people it is in the fourth category it comes fourth and number one is saying words of praises it's zikr مثل روحة قرور سبحان الله أو الحمد لله أو من إله إلا الله he says to them that this comes first but the matter of prayer the obligatory prayer the five prayers that he will pray every day he tells them it is fourth but the number one which is zikr and that's not from Islam that's blasphemous this is not what the prophet صلى الله عليه وسلم said this man he also says something which is also bless him as in Islam he says if a man calls his wife or the wife calls her husband with the words of calling which is like the words these are words or phrases we call them short sentences for calling when you say يَا أَحْمَدْ يَا مُحَمَدْ يَا عَلِيْ يَا فَاتِمَةْ يَا خَدِيشَ يَا زَيْنَةْ the يَا we use it as a word of calling he says if a man and a wife use these words and call themselves that way they have blaspheme and his saying that they have blaspheme is a blaspheme itself and is incorrect so you can't call your wife and we have to prove from the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم and this has been related in صحيح books where he has called his wife يَا عَيْشَ and he has called his other wife خَدِيشَ يَا خَدِيشَ as شهر جميل told us so according and based on what he had claimed he has made the Prophet blaspheme people like this man and the one in Jordan and the other one in Jordan as well people like these ones are trying to break a bad name to the true path of Sufism but they will never be able to tarnish it no matter what they do because Sufism is clean clear based on the Sunnah on the proper Islamic knowledge based on piety staying away from sin performing all the obligations and without the knowledge we can never get there based on sincerity at last and detaching oneself from the worldly matters وهؤلاء وإن الدعو الإسلام أو التصوف أو الولاية فالإسلام بريء منهم لأنهم قالوا ما يكذب الإسلام والقرآن وقالوا بعقيدة الحلول يقولون إن الله عز وجل يحل في الأشخاص وحل فيهم وبعضهم له كتاب وجود عندنا يقول فيه الله جملة العالم يقولون الله جملة العالم يقول كل شيء هو الله حتى المجاسات والشياطين هؤلاء هم أشد الكفار كفر أهل وحدة الوجود وكفر أهل الحلول والمعطلة هذا أشد الكفر هذا أشد الكفر وقد نقل الإيمان الحافظ الصيوطي الإجماع على كفر من يقول بالحلول والاتحاد الله قال لم يلد ولم يولد نفي للمادية والانهلال أي أن الله لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء لأنه ليس كمثله شيء فهؤلاء نقل الحافظ الصيوطي الإجماع على كفرهم كذلك القاضي عياض خفر which is one of the worst types of blasphemy the second time is the type of خفر where people say everything is allah unlike the first one who say allah occupies things and people now the second time is and these people name everything allah they say everything you see everything around you you and me and the walls the devils the impurities the filth they say everything is allah and these people are kuffar and the third time are the atheists and these ones are the ones who denounce the existence of allah reject that allah ta'ala exists these people talk about these matters and the scholars of islam have a general consensus that they are not muslims at all and the ones who believe in any of these three cannot be a muslim so how can they promote these beliefs tell people about these beliefs write them in their books and claim to be leaders of islam when they in reality themselves have exited the stone by believing such beliefs if a person believes in any of these three matters or any other kuffar he is a catholic and if he is blasphemer he can never be a leader for the muslims or a scholar teaching the muslims and you find these things in the books and we have these books they try to establish the name of sufism but they will never succeed sufism is higher and above what they've done and what they've and this is in clear accordance with the proper concepts and beliefs of islam they surely tell us that allah does not occupy and allah does not assemble himself or gather himself with any of the creations وقال الإمام الشيخ الولي الصالح محيددين بن عامي رضي الله عنه ما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد ومن قال بالحلول فدينه معلول يعني هذا أيضا تكفير لمن يقول بعقيدة الحلول والاتحاد وعقيدة أهل السنة والجماعة بريئة من ذلك لأنها من القرآن والسنة وإجماع الأمة وهي تنزيه الله عن كل صفات حقصان عن كل صفات المخلوقين عن الأشكال والأحجام والكميات وعن الحركات والاستكامات وعن المكان والتغيرات لأنه قال لن يستكى مثله شيء شيء جميل أيضا يقول بأن الإمام محمد إبو الآربي قال بأن الإمام محمد إبو الآربي ويقول انه قال ويقول إنه مرحباً وإنه يقول إنه يقف في الله حيث في الحالة ويقف في الأرض أو الأرض أيضاً هو أيضاً من ذلك حيث مجرد يعني أنه يكون مجرد يعني أنه يكون أولاً سنجل في مجرد الله وطعالا مجرد ما هي وَأَنَّ هَذَا الْعَالَمْ وَمَا فِيهِ إِنَّمَا مُجِدَ بِخَلْقِ إِلَّهِ وَمَشِيئَتِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَحَدٍ وَلَا إِلَىٰ مَكَانٍ فَهُوَ غَلِيٌّ عَنِ الْعَرْشِ وَعَنِ الْفَضَاءِ وَعَنْ كُلِّ الْأَمَاكِنِ لِأَنَّ هُوَ الَّذِي خَلَقَهَا وَأَوْجَبَهَا فَلَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَلَا يَحُلُّ فِيهَا وَلَا يَسْكُرُهَا The proper belief also comprises other matters that we must believe in and that is Allah is one with no partners and this is very important Allah cannot be attributed with need because anything that is in need is weak and the weak is imperfect and what is imperfect cannot be attributed with da'ahud so Allah doesn't need any of his creations the concept of need cannot be applied to me cannot be assigned by Allah cannot be attributed to Allah Allah is in need and cannot be attributed with us this is part of the Islamic belief that is not from the Soviet and Muslims so the belief of the Soviet the belief of the Muslims and the people the belief of the Jews and the elders the belief of all Muslims on earth that Allah is a faithfulness of the means and the peace and the peace and the peace I'm going to use a term to try and explain to you where the terms of Mujassimah and Mushatbihah how does it fit in Islam and the Arabic language and this is why I keep using the La'akhidims the La'akhidims are the Mushatbihah and I try to bring it closer to the people's minds who speak only English so that they understand and relate to what we are trying to say in Arabic as well as the La'akhidims who are people who like and love the creation and that is less of us they claim to be Muslim but they are not that are the Mujassimah and the Mujassim is the Gathun meaning the person who says Allah is a body or an object or a mass he is a Gathun and the body, if we use the term body for anything that has the characteristics of width and depth and breath then a body is that object I would like to warn them now in front of you that the body is the body is those people who claim that Allah is a body and that he can be in his faces or in the skies or sitting or moving these are Kufa as well the body is who claim Allah is a body because they have likened Allah to the creations we are bodies the tree is a body the water is a body the life is a body but it is a gentle body it is not a body that you can't grab but the name of Allah is a body is sukkr so the body is life and the likeness both claim to be Muslims and in reality they are Kufa they are normal Muslims we are people of Tawheed we can hear Allah about the other of the life and of the body's emotions that is the image of Allah peace 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 للشيء عبد الله سي رفض دين الحابي فيه عبارة هي تكذير من القرآن فيه يقولون عن الله يا جلال لصير القاطع اللصير هذا معناه اتصاف جزم بجزم وقد نرى القاطع التنوفي في إتابة نشرة المحاضرة تكفير من يقول عن الله يا جلال لصير كما كفر الإمام جمهار الدين المتولي وهو من أصحاب الوجود فلمثل الشافعي أبو سعيد المتولي جمهار الدين قال من وصف الله أهل الاتصال أو الانفصال كان كذفران فلن وصفها من صفات الأسلام فكيف يقوم عن الله يا جلال لصير هذا كفره الصريح كذلك قول بعض الناس في نواح حرب أبو سربك أبو سربك هذا أيضا كفر صريح لأن الببوس هو التقبيل الببوس هو التقبيل أنت لما تمسك والدك يلقص الفرع منها بخطة دين والدك هذا الشهر تصرف جزم بجزم هذا التصرف جزم منت بجزم هذا السلطة المحضور فلا يقال أبو سربك لا يقال أبو سربك بعض الناس إذا قلت له هذا كفر يحاول لزعمه أن يؤول هذا يقبل فيه التأويل لو واحد قال له أبو سربك يقبل أن يؤول له لا يقبل لأنه يفهم معه لأنه يعرف وفي حقل هذا يريد أن يؤول لزعمه ما في السباقة فهذا كفر قلبهم أعوذ ربك وقلبهم يا جلال لصيق هذا الشيء لله لخلقه إنه يوم الأكثر من لزعمه شخص لذلك حقًا هناك حقًا إلى سبحث في هذا المقبل أنه يومي أبو سربك من هذا الشيء للتأويل وقام الضلة أنه يومي يسعد أيضا إنه في يومي الأفضل انتهى أمود الإnycatie لقال أن يقول يقول الأشياءات التي يتمنى أن الله تتحسس أو يتبع ويهي تتحسس أو يتحس أو يتحس from يسد بتعالك لذلك لن نحن ندخل الله التتحسس أو يتبع لأنها تتحسس الأشياء التي قذلته الأولى عندما تُزد إذا عائلتهم ويسكحة التجvantة هذه المائس التي تتغوختي في الأرم الضوية الذي يتغلقوا الناس على المبات المفضلة إنهم يتغلقون أن التأمور من المقرحيات من التالح ومن المبات المسؤولات لأنهم يتغلقون والعمهم هذا يتغلقون من المغرب ومن المبات المخلح والعلاقات المخلحة هذه المernessات هي أن هذا المستقبل الخطير من lojalك لأنه يقصروا مدلعا بمفارة على خطاق en التقسي سَبِيِّكم لن أمودز سَسَنِينَ أَبْوَس آمَ الْلَاحٍ أَبْوَس آمَ اللَّهُيعَ مَنِنَ يَنْيَكُسْكَ لَبْأَنَ هذه المنطقة التي سميتنا إذن السنسان لأن هذا السجل ملحاً يمكن أن يزحون العودة المترجم للقناة 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 سيد سابق. وبعد ذلك حسف الغوائب. كذلك بعض اهلها بعصر كتخالد الجدد الذي قال عندما سئل في تكتوسيون المستقبل قال انا للا اكفر من استفض الله. انا اكفر القول ولا اكفر القائل. هؤلاء شلاطين بصدر في بزعه لكي يقول الكفر للناس. يعني يقولون مما ستبق الله اذا للم يكونوا ناويا وعاصل بذل الشرحا صاره بزعنهم لا يكفر ولا اكفر من الاسلام وهاذا تكفرهم بالاجمع والحديث والضباء المنى تفضيح ذلك حمد أن تكون مئة من تمامًا في مدانات المركز ونحن نحن 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 نجاح مما يحن نحن نحن نفتح ان تتعلم عن صعبتي حين نحن 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 نكام ومن يشبك الناس ونحن نتعلم على دولة نوراتية ونحن نكون في الأسفل ونحن نتعلم على واحدة وإن حلوق اليوم بحيثين يا ريالي وهي ما يشبكي هل تعالى ونحن نجد هما تنيعي هذه الأشتراكات التي يتبقى أمامها أنها تنبقائها لحماية يتبقائها والتعقائها حنوثي بحثتها وعن تحريرها إنها تحريرها وأحريرها أنها تحريرها إذا كنت ترى هناك شريرها تحريرها ويسرها ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر